برحب بحضراتكم مرة تانية انا النهاردة معايا نموذج من زاوي برحب بحضراتكم مرة تانية النهاردة معايا نموذج من زاوي القدرات الخاصة طبعا معايا النهاردة ابراهيم يونس ده بطل في الكاراتيه وطبعا هو متحدي اعاقة حركية وبصراحة وصل لتميز كبير جدا في سواء في التعليم او التدريب لدرجة ان هو بقى قدشي للاطفال النورمال في الكاراتيه فنرحب بيه مع حضراتكم ونتعرف عليه اهلا بيه جبارين اهلا بحضراتك عرفنا بقى كده وعرف المشاهدين انت ازاي بقى ابتديت الحكاية وتفنتك ازاي كقدوة ونموذج لاطفال زي القدرات الخاصة واسرهم اولا بسم الله الرحمن الرحيم انا من وليد قرية ميتلوزة مركز المنصورة التابعة لمحافظة الدقاهلية وبدأت في اسرة يعني في القرية وطبعا معروف ان القرية حياتها طبعا تميل الى الجو الريفي وبدأت التعليم خط التعليم الازهاري والحمد لله دخلت الابتنائية والاعدادية والسانوية والتحقت بالجامعة جامعة الازهار لا انا عندي ضمور عضلات والحمد لله رب العالمين منذ البداية يعني او منذ الطفولة او الولادة مرت بمراحل من التعب ولكن هي ضمور عضلات في النهاية والحمد لله لتحقت بالتعليم الازهاري وحصلت على كلية الترابية جامعة الازهار بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ما شاء الله ثم بعد ذلك يعني الحمد لله اتخرجت في 2015 وبعد كده لتحقت بالرياضة وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتوجهات الكابتن عثمان محمد بن خالي وهو اللي شجعني وان شاء الله بإذن الله اأمل ان انا اكون قدوة للاطفال وان انا اكون بطل من ابطال مصر ثم من ابطال العالم ان شاء الله في الكارتي ان شاء الله احنا شايفين الميدليات يعني ياريت الكاميرا تجيب الميدليات اللي على صدر ابراهيم حاجة مشرفة طبعا هو اشترك في بطلات كتير وطبعا حاز على الميدليات دي لانه هو بطل في الكارتي رغم ان عنده عاقة حرقية ولكن متميز وكمان بقى كوتشي للاطفال النورمان طبعا انا سعيدة جدا بك يا ابراهيم وبالتميز اللي انت فيه بس عايزة اعرف انت ازاي يعني ادارت توصل وخطت التجربة ازاي وصي المجتمع وصي الصعوب ازاي ادارت تتحدى اعاقتك اولا الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى شرفنا بحفظ القرآن الكريم وده في حد ذاته يعني قمة من القمة من الانسان يطلق كتاب الله فهو بيعينه على الصبر وبيعينه على تحمل الشدائد وكمان بيخليه انه هو يقدر يعيش في المجتمع كأنه هو المجتمع نفسه ومش هو جزء من المجتمع والحمد لله رب العالمين ادرت ان انا احارب اليأس واحارب كل الاشياء اللي بتعارق الحياتي بالطموح والصبر والرضى بالله سبحانه وتعالى والرضى بالقضاء الله سبحانه وتعالى واحب اشكر والدي والدتي على مقوفهم جمبي وعلى اخواتي واحب اقول لكل اطفالنا وكل شبابنا اجتهدوا وعفروا واملوا كل اللي عليكم وربنا سبحانه وتعالى هو في النهاية هو اللي يوصل كل انتوا عايزينه وما تخافوش من اي حاجة يعني امير كل اللي عليكم ان شاء الله سبحانه وتعالى هو اللي يوفقكم ويخليكم في اعلى المراكز وعلى المراتب ان شاء الله هم لازم يبقى عندهم ارادة طبعا زيك لانهما لو ما كانش عندهم ارادة ما كانوش يعني يقدروا يوصلوا للتمائز اللي انت فيه فعلا النجال الرياضي او في التعليم انت حصلت على بكريليوس وم الاوائل متفوق وحصلت على مدليات والشهادات لو الكاميرا تجيبها يعني احنا مش عارفين نمسك ايه ولا ايه ولا ايه يعني واشاء الله شهادات كتيرة جدا ومدليات كتيرة فعلا يعني ده واضح المجهود والتميز واضح ان فيه دعم وراك من الاسرة الحمد لله رب العالمين وانا عندي مقولة شهيرة جدا يعني الطاقة تغلب الاعاقة وانا لا اعترف بكلمة الاعاقة لانها كلمة همشية المجتمع هو اللي خلقها الاعاقة هي عاقة فكر وعاقة سلوك وليست عاقة حركة وعاقة زهنة او ما الى ذلك وده اللي احنا شايفينه فعلا الحمد لله رب العالمين بتحلم باي يبراين انا بحلم زي اي انسان في المجتمع بيحلم بحياة كريمة بيحلم ان هو يكون يعني يعيش في المجتمع ان هو يكون له مكانته في المجتمع انا دلوقتي انسان من زور القدرات الخاصة واندعاك حركية والحمد لله تميزت في الدراسة وحصل على امتياز مع مرتبة الشرف انا نفسي يعني نفسي الدولة تهتم ب وهي مهتمة فعلا بزور القدرات الخاصة انا نفسي بمجال عمل نفسي في وظيفة تناسب مؤهل الدراسة انا حصل على كلية التربية القسم اللي هو العربية وهو من اعرق الاقسام في الكلية وحصلت على امتياز مع مرتبة الشرف وكنت اني الاول الحمد لله وعندي اخي فعلا اخويا محمد من زور القدرات الخاصة نفسي الحكومة او الدولة المصرية زي ما هي بتهتم فعلا بزور القدرات الخاصة تزود الاهتمام ويكون لنا مكان عن طريق العمل والوظيفة انا نفسي ان شاء الله نفسي اكون من ابطال العالم في الكارتيه ونفسي ان انا اتوظف اكون حتى في معهد الازهاري او في المدرسة الابتدائية اكون معلم للاجيال القادمة وحضرتك لسه هي لان انا قدوة فان شاء الله بإذن الله هتمنى انا قدوة الاطفال بشكرك في نهاية الفقرة بشكرك وان شاء الله كل امانيك وكل احلامك تتحقق ويا رب ان شاء الله من خليل برنماك كل حاجة جميلة تتحقق شرفتنا يا ابراهيم ومجد انت نموذ الجميل اول لولادنا من زور القدرات الخاصة نهاية الحلقة بشكر حضرتكم واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج ماما شاف